خبيرة الحرب ولسيما في العراق وزيرة الدفاع الهولندية السابقة ثم المبعوثة الأممية إلى العراق لاحقا جينين بلاسخار تطوي صفحتها في العراق بعد سنين انقضتها في تلميع صورة أحزاب العملية السياسية والتغاضي عن واقع الانهيار المتسارع للمؤسسات في العراق بفعل الفساد فعلى الرغم من الدعم والإسناد واطفاء الشرعية التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة لأحزاب العملية السياسية ها هي الأخيرة تطالب ومن خلال حكومة السودان بإنهاء عمل البعثة الأممية في البلاد ورحيلها في أقرب وقت طلب حكومي أثار ضجة واسعة وانقسام سياسيا ما بين مؤيد للطلب ومعارض له انقسام ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي حيث أيدت كل من الصين وروسيا إنهاء مهام يونامي على الأراضي العراقية وبالعودة إلى ملف إنهاء مهمة يونامي في العراق يرى مراقبون نشاط يونامي في العراق منذ تشكيلها قبل نحو 20 عاما تميز ببطء شديد وبضالة النتائج قياسا بالموازنة التشغيلية الضخمة التي تستهلكها فيما لا يتردد البعض باتهام البعثة ورئيساتها بلاس خرط بالانخراط في عمليات فساد مالي وإداري واستهلاك وظيفي للوقت مرتبط برغبة بعض الأطراف العاملة داخل البعثة في إطالة أمد الصراعات والعزمات الإنسانية خدمة لجهات مستفيدة ويتسأل المتابعون للمشهد العراقي عن جدوى هذه المهمة الدولية وبأي شيء أفادت الشعب العراقي إن كانت تتجاهل كل ما يعيشه العراقيون من معاناة يومية بفعل فساد المنظومة الحاكمة وحتى عندما انتفض المتظاهرون في ثورة تشرين كانت البعثة الأممية في صف الأحزاب التابعة للميليشيات وتتبنى روايتها في تشويه صورة التظاهرات وتحريف هدفها الأساسي إنهاء مهمة يونامي بالنسبة للشعب العراقي هي مجرد إقالة شاهد نيزور من مسرح الأحداث في العراق لا أكثر